أكدت عضو مجلس النواب عن اتلاف دولة القانون المنضوي في الإطار التنسيقي عالياً صيف أن السيناريو الأقرب سيكون عبر عقد جلسة برلمانية لانتخاب رئيس الجمهورية وتكليف رئيساً للوزراء وقالت صيف إن المحكمة تنوهت بأن أي سلطة سواء تشريعية أو تنفيذية عند تجاوزها المدودة الدستورية تفقد شرعيتها مشددة على ضرورة استكمال الاستحقاقات الدستورية بعد زيارة الأربعين وأضفت أن انعقاد مجلس النواب أمر حتمي ويحتاج إلى رغبات من الإطار وتيار وتعديل قانون الانتخابات وتغيير مفوضية الانتخابات لافتة إلى أن مبعوثة الأمم المتحدة دعت القوى السياسية العراقية إلى عقد جلسة وتشكيل حكومة